الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم من عراق صلاح الدين الأيوبي إلى أبطال غزة وفلسطين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لكم ولسمودكم ولمواقفكم التي تبكي العدو ذلّا وتبكي الصديق فرحا بشجاعتكم وما تسطروه من مواقف بطولية نعيد أيام الفتح والتحرير أنتم يا شعب فلسطين أنتم يا شعب فلسطين وسنقف معكم بكل ما لاستطيع ومن هنا بين أهلي من جماهير مغداد أعلن عن حملة طوفان السيابة دعما لأهل غزة وسنفتح مكاتب الحزب في كل المحافظات لاستقبال تبرعات الشعب العراقي وأنا هنا سأكون من أول المتبرعين وأشكر دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشاع السوداني على أمره بتشكيل لجنة لاستلام التبرعات من الشعب العراقي وإيصالها إلى أهلنا في غزة وفلسطين وأكرر أيضا دعوتي لأخي رئيس الوزراء بالدعوة لعقد قمة عربية إسلامية عاجلة في بغداد لاتخاذ موقف موحد إذا وحشية العدوان الصهيوني الغاشر على شعب غزة وندعو المجتمع الدولي إلى وقف السياسة الكيذ بمكيالي تجاه القضية الفلسطينية ومحاسمة الكيان الصهيوني على جرائمه وإدانته على هذه الجرائم بحق المدنيين العزل وأقول للعالم أجمع ولبعض المسؤولين في الدول العالم الذين يتراكوا في الأيام الماضية على خدعتهم قتل الأطفال والتي تبين كذب هذه الفرية ودحض الإعلام هذه الكذبة وتراجع أغلب المسؤولين عنها وأقول لهم إن كنتم فعلا تدافعون عن حقوق الإنسان وعن الأطفال فانظروا إلى أطفال غزة كيف يبادون بآلة الحرب الصهيونية الغاشمة فلقد قتل المئات من أهلنا من أطفالنا في غزة ورمت آلة الحرب الصهيونية أكثر من خمسة آلاف طن من المتفجرات على أهل الغزة المدنيين العزل وأقول للكيان الغاصم الذي انهزم جيشه أمام المقاومين الأبطال وتراجعوا أمام قتالهم الشجاع رجل لرجل ليصبوا جام غضبهم على الأبرياء على العزل على المدنيين وهذا هو ديدل جبناء أقول لهم قضية فلسطين هي قضية الأمة التي ستبقى حاضرة وبقت حاضرة طينة خمسة سمحين عام وهذه الأرض أرض غزة التي قاتلتكم خلال خمسة عشر عام في خمس حروب في كل هذه الحروب لم يحقق الكيان الغاصم أي منجز بل حققت المقاومة الكثير من المنجزات القضية الفلسطينية ولقضية القدس وأقول لأهل غزة اثبتوا اثبتوا فإن الله ناصركم وأقول إننا نتألم لألمكم ولكن لدينا بشارة من الله في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون فنقول لكم إن موعدكم الجنة وإن النصر آت ولو بعد حين وفي الختاب أقول وأشكر وأحيي القوى السياسية والتيارات العراقية التي خرجت إلى الساحات اليوم في وقفة طوفان الأقصى وأقول للبعض الذين لم يظهر صوتهم أقول لهم لدينا قاعدة وضعها رسول الله حين قال من لم يهمه أمر المسلمين فليس منهم فدادار كل أمر قبل أن نتبرأ منكم فنحن باقين باقين على العهد ندافر عن قضايا الأمة وعن فلسطين وعن القدس وفي الختاب شكرا لجماهيرنا الأبية على هذه الوقفة المشرفة وشكرا لكل من يتواضن وأهل المظلومين وأشقائه الذين يتعرضون هناك في غزة لأبشأ أنواع التنجيل والعدوان عاشت فلسطين عاشت القدس عاشت غزة والموت للغزاة والعار لكل جبناء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة